سبق لصواريخ فاتح 110 وأن استهدفت قاعدة عين الأسد من الداخل الإيراني انتقاماً لحادثة مطار بغداد في عام 2020 التي جرى فيها اختيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ضربت قاعدة عين الأسد جنرال كينيث مكينزي قائد القيادة المركزية سابقاً كان قد تحدث عن خطورة هذه الصواريخ في مقابلات مهمة بتقديرك سيدي الكريم هل تعتقد هذه التجربة من هذه الصواريخ اختجاه قاعدة عين الأسد أعطت فكرة للولايات المتحدة الأمريكية في كيفية التعامل مع هذه الصواريخ إن جاءت فعلاً ووصلت لروسيا وبدأت روسيا تستخدمها في الداخل الأوكراني هل تعتقد هذه التجربة كانت كافية؟ أعتقد بأن الدرس المستقام من الهجوم على عين الأسد هو أنه إذا كان لديك تحذير مسبق بأن الصواريخ إما أنها على وجهك الإطلاق أو تم إطلاقها فهذا يكفي من الوقت لأن يختبئ الناس في الخنادق من أجل أن تقلل من الخسائر من تلقاء هذه الصواريخ إذا أمكنها أن تضرب الناس في العراء فإذن هنا نحن نأمل أن تتمكن إيوكرانيا أن يكون لديها عدداً كافياً من الردارات التي بإمكانها الكشف عن هذه النظم عند إطلاقها بحيث بمجرد أن يرد هذا التحذير بإمكان الناس أن يلجأوا إلى المأوى من أجل تقليل عدد الإصابات الناجمة عنه فأنا أعتقد بأن الهجوم الأكبر من هذه الصواريخ ليس للناس ولكن للبنية التحتية ترجمة نانسي قنقر